موسيقى مساء الخير مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج أنا من هناك ضيفتي اليوم هي شهد الراوي الكاتبة العراقية نتوقف مع تقرير قصير لنتعرف عليها أكثر ثم نعود أثارت روايتها الأولى ساعة بغداد ضجة كبيرة بين النقاد العرب الرواية التي طبعت أكثر من طبعة في فترة زمنية قصيرة وترجمت لأكثر من لغة استقبلت بالمديح فتغنى بها بعض النقاد واستقبلت كذلك بالقادة فاستغرب البعض الآخر وصولها إلى القائمة القصيرة لجائزة البوكر بمسختها العربية شهد الراوي اشتهرت بعد قصيدة نثر واحدة كتبتها قبل سنوات باللغة العراقية المحكية وألقتها في أكثر من مناسبة أثارت إعجاب المتلقي بثقتها الكبيرة وصوتها القوي وحضورها تركت العراق في سن مبكرة نسبيا واستقرت لسنوات في مدينة دمشق حيث درست في جامعتها أحبت المدينة وكتبت لها نصا مؤثرا انتشر سريعا بداية الثورة السورية عن كتابها ساعة بغداد وعن كيفية استقبال النقاد له عن أزمة الهوية التي يعيشها الشباب العرب خارج أوطانهم عن وضع المرأة في منطقتنا خاصة المرأة الكاتبة سيكون لنا هذا اللقاء مع الكاتبة العراقية شهد الراوي مساء الخير شهد مساء النور يعني كتير سعيدة انه نلتقي في برلين ونعمل لقاءنا المرتقب في برلين لا قدرنا نعمله في دبي ولا بلندن أثناء زيارتك قبل شهر تقريبا طبعا ما فيه إلا بلش بالشي كتبتي عن دمشق كنت حابة أطلب منك تقرأي لنا بصوتك العذب يعني بعض منه أو كله لكن شهد ما قادر أتقاوم ربما الحالة النفسية لتقرأ عن دمشق فأنا لذلك معي موبايلي فقط لدقيقة بس لأقرأ شوي من هذا النص الساحر أنا لا أسأل أنا فقط أحاول أن أسأل هل لازال الصيف عندكم ناعما؟ هل لازلتم تذهبون إلى الجامعة بكل تلك الخفة العشرينية؟ وهل لازال الدمشق تتمطى صباحاً تنظف وجهها بصوت فيروز عند الشرفات وتتعطر بقهوتكم السادة؟ أيها السادة، كيف أحوال أحوال بناتكم؟ الرشيقات، الباهيات، الجميلات؟ هل لازلتم تشترون العطور المعبئة؟ أتعلم أيها العالم أن عطورهم اللامركزة لا زالت عالقة في أنفاسي؟ أتعلم أنهم لم يكونوا من مريدي المركات العالمية كانوا يلبسون الجينز مع أي قميص، أي قميص فيصبح أنيقاً، مبهراً، وثميناً رح أكتفي بهذا القدر وأكيد اللي حابب أنه يقرى النص كاملاً فما عليه إلا أن يكتب على جوجل ما كتبته شهد الراوي عندي مشق فوراً بيطلع شكراً كتير شهد شكراً لإستضافتك ديما، شكراً لتواجدك يعني أنا سعيدة حقاً بتواجدي معك هذا اليوم شكراً لقراءتك الجميلة أكيد ممتل قراءتك يعني وهلأ بعد شوية منحكي لهم للمشاهدين شو صار معنا على الطريق اللي احنا وجعين بالتاكسي لمكان التصوير بدي أسألك فإذاً بناءاً على القصيدة كيف كانت تجربة العيش في دمشق وانتي أتيتيها مبكراً نسبياً بوقت يعني بسن مبكر نعم هي ليست قصيدة بالبداية هو نص يعني لا يمكنني أن أحصر الفترة لا يمكنني أن أعبر كيف كانت تجربتي في دمشق أو حصرها تذكرين عندما كنا في البوكر ويطلبون منك أنه يقولوا لي ديما أحكينا عن الرواية تقولي لهم شلون أحكي عن روايتي ما كانت كتبتها فأنا حقيقة ما أقدر أعبر عن هذه التجربة لكني أستطيع أن أصف لكي ماذا تعني أو أحاول أن أقترب من من إحساسي بالشام أو بدمشق أو بسوريا بشكل عام يعني كنت في مرحلة في أجمل مرحلة من مراحل حياتي التي هي مرحلة الشباب أو مرحلة بداية الجامعة كانت يعني دمشق مدينة ساحرة بطريقة أنه تجبرت تتعاملين وياها تنظري لها بعين سائح حتى لو كنت بحاجة ماسة إلى رغيف يعني جمالها يجبرك يعني حقيقة أنه تعيشين حياة تتأملين السحرة بداخلها وحتى لو كانت معاناتك حادة وأوجاعك عميقة يعني أنا أذكر الشام كلها عبارة عن ساعة ستة صبح ليل ظهر عصر كلها ساعة ستة صبح الناس بيها صبح من كنت أمشي للجامعة كنت ألقي يعني أشوف الناس ما تمشي خفيفة هي مدينة خفيفة مثل غيمة داما أذكر ميلان كونديرا في خفة الكائن يتكلم على التضادات يعني النور ضد الظلام الفرح ضد الساعة تضادات الكلمات فكان يتكلم عن الخفة والثقل فكان يقول هل الخفة حقا شيء جيد أم الثقل يتساءل يعني وأنا تشنة داما أسأل نفسي كنت أحس هذه المدينة رغم ثقلها التاريخي إلا أنها من جمالها مدينة شبه واقعية وشتت أخاف تصطدم بالواقع طبعا الكاتب الشعر اللبناني والصحفي يوسف بزي بخالفك بالرأي حيث بيقول أنه بفترة زياراته إلى دمشق كان يتفاجأ من لغة جسد الكائن السوري المتشنجة والمقموعة يعني أنه يحس القمع ينعكس حتى على لغة الجسد هذا ما شفتي قدما كنتي مصحورة بدمشق أعتقد نعم بالعكس كنت مأسورة بلطافة سوريين وكنت مع جيل آخر كمان أنت عاشرتي جيل آخر جيل الثورة أنا عاشرة جيلي عاشرة صديقات أمي وأصدقاء والدي ويعني طبيعي هذا الأجيال كلها لأن ما كانت الأجيال في الشام يعني منفصلة يعني في حالة من الدمج ممكن نقول الإيجابي لكن أنا كنت ألاحظ مثلا حالة من اللطافة لربما لأنه خصوصا بدمشق أكو حركة تجارة عالية فالتجارة يعني يستخدمون اللطافة بالمحلات والأسواق فمثل ما كان يقول المنفلوطي اللطافة مفتاح القلوب تفتح كل الأبواب الموصدة فلذلك كان شرعت أبوابي خاصة مع هذا الجمال يعني أمام جمالك شهد فأكيد الباع والتجار يعني كانوا مفتونين لا لا ما 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 أجمل من بنات سوريا ماذا أخبرني قبل أن أرجع طبعا عن لدمشق قبل أن نضل في دمشق بس دي أسألك اللهجة العراقية معروفة بأن لهجة تقيلة جدا ولهجة لا تخلو من مفردات عنيفة مثل دمرتني دبحتني 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 قتلتني قتلتني ماذا أخبرني هل تجعل لهجتك هل قد رقيقة؟ هل التنقل أو المنطقة؟ لا إحنا بشوفي اللهجة العراقية بيها 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 بضبط هذه الأشياء الغنية والغريبة الموجودة بالفرق العراقي لأنه إحنا عندنا أيضا بالمقابل هذه الكلمات عندنا كلمات في قمة السحر واللاطافة والدلال يعني إحنا كل كلمة نقول عيني شبيت شعيوني الدلل علي فهذه المرادفات أيضا تعبر عن عن أنه هذه اللهجة غنية بمفردات بيها أيضا درجات عالية من اللطافة لكن لربما يعني هي طبيعة بشرية بس ما أعتقد أيضا أنه أنا يعني معاشرتي مع الشعب السوري أيضا نمى عندي هذه شوية اللطافة فكنت أستخدم المفردات صار في مزج بين اللغة والأحساس والسلوك الشي جميل فعلا طب بما أنه أتحدث عن دمشق هناك من يتحدث عن تعلقه بدمشق مثلك شهد وحتى على السوريين هناك من يتحدث عن تعلقه بحلب هناك من يتحدث عن تعلقه بدرعة بإدلب إلى آخره هل بتحسي لحنا نعيش في مدن وليس في أوطان؟ السؤال جميل هنانا ممكن نصنف ما هي المدينة وما هو الوطن يعني إحنا هنا رح ندخل في جدلية الوطن والمدينة المدينة هي أعتقد هي التي تؤسس للمكان أكثر مما هي تؤسس لفكرة الوطن فكرة فباعتقادي أنه عندما أريد أقعد أو أعمق فكرة الوطن فأني أعمق فكرة الانتماء ومن ثم أوطد فكرة الهوية كيف ممكن تتوطد هاي العلاقة؟ هاي العلاقة ممكن تجي بعلاقة الفرد مع المجتمع التاريخي هي علاقة تبادلية وتجادلية بين الفرد والمجتمع فكل ما غرف الفرد من هذا المجتمع كل ما زاد انتماء كل ما صار بيناتهم مصالح مشتركة كل ما عزز التقدير الذاتي إلى بالمقابل المدينة ممكن تأسس للذاكرة عمل الوطن عمل وجداني لربما ليس عقداني هاي ذاكرة؟ ذاكرة جمعية؟ ذاكرة جمعية نعم يعني ذاكرة المدينة بشكل عام هي ذاكرة الناس اللي عاشرتيهم اللي عشتوا إياهم لكن خليني أرجع الفكرة الوطن الفكرة الوطن ممكن أنت بعد ما تبتعدين عننا فترة الظلين تشعرين بالانتماء إلى حتى ولو بعد حين ما عرفك هل واضحة الفكرة؟ واضحة الفكرة بس أنه هل لأنه يعني اليوم في ميل أكتر خاصة بمنطقتنا العربية للقول أنه يعني الكائن العربي اليوم ينتمي إلى وطن أو مدينة ليس بالمعنى الفعلي وإنما هو انتماء إلى فكرة يعني هي فكرة وطن أيضا فكرة أوطان فكرة مدن فكرة أمكنة وعرفت في شيء عبشي هناك أمكن المكان لا يمكن أن نتحدث ممكن نتحدث عنك فكرة الوطن ممكن نتحدث عنك فكرة أنطيش مثال الآن هناك بعد الثورة التكنولوجيا ثورة التكنولوجيا هاي أصبحت هناك حضارة جديدة لا أحد مسؤول عنها ما تعرفين منين هي حضارة جديدة يشارك بها الجميع كل أمة تشارك في هذه الحضارة بشكل أو بآخر فصارت حضارة أممية لربما خلي نسميها مثلا حضارة أممية ولربما أيضا توطت فكرة وطن عند بعض الأشخاص لأنه وهذه الفكرة أيضا تأتي من من كيف نسميها؟ الأهداف المشتركة الرؤى المشتركة لكن اليوم غالبا أصحاب الرؤى المشتركة هم خارج أوطانهم يعني هم إما منفيين، إما معتقلين، إما مغيبين، إما مهجرين، إما هاربين خليني أقول، فاليوم في أجيال كاملة عم تكبر وبيتشكل وعيها وذاكرتها الجمعية إذا أنت عم تحكي عن ذاكرة الجمعية وبيتشكل فكرة الوطن من الخارج مفهوم الانتماء الآن يحتمل الهويات المركبة بعد هذه الثورة التكنولوجية وبعد الحروب وبعد الهجرات الحادة وبعد كل هذه المآسي تتحمل فكرة الهويات المركبة والهويات المركبة وتتماشى مع مطالبها واحتياجاتها وتراتبيتها فممكن أن تضمر هوية أيضاً مقابل هوية أكثر تقوى حسب الحاجة وهذا الشيء الآن أصبح طبيعي خلينا نسميها المجموعات اللي عندها أفكار مشتركة لم يعد المكان يشكل لها حاجز لأن العالم الآن أصبح مفتوح أكو شيء اسمه سوشال ميديا، ثورة تكنولوجية لم يعد المكان يعني اليوم ممكن أن يكون المرء حيث ما يكون بالضبط هنا وهناك هنا وهناك مثل اسم البرنامج مثل البرنامج أنا من هناك طيب أنت من هناك وتعيشين في دبي اليوم ماذا يعني لك العراق؟ وطبعاً غبتي فترة طويلة عن العراق لأنه انتقلت إلى سوريا ومن ثم إلى دبي فاليوم شو يعني لك العراق؟ يعني العراق جذوري انتمائي الأول وانتمائي الأخير بس هذا كلام جميل جداً بس ربما بعض المشاهدين لقوا كلام شعري على أرض الواقع شو يعني لك العراق؟ على أرض الواقع لازلت أنا جذور شو بتعني اليوم؟ لازلت أنا كشخص مفرد يعني عن كل شيء أنا كشخص الآن لازلت مهمومة بقضايا لازلت رسالة الدكتورة ماتي خاصة بالعراق يعني لازلت مهمومة بهمومة بمآسي لازلت أحاول أن أشارك في حركة التطور إن وجدت حركة الازدهار إن وجدت لازال وجعه يؤلمني لازالت يعني ضحكاته تجعلني أجمل فهذا هو باختصار وببساطة مفهوم الانتماء فاللحظة اللي أبدي بيها أشعر أنه أنا بديت بالانفلات عن هذا الوطن عن أحزانه وأوجاعه وأفراحه وأطراحه أشعر أنه بدأ يخفت فهذا مو كلام يعني شعر شاهد طبعا بس بحب أحكي هيك قصة طريفة قبل ما أخذ فاصل وقبل ما ننتقل لشغلك الأدبي أريد أن أتحدث عن طريفة سمعت منك في دبي عن الديمقراطية التي كانت تعوم سوريا وقد كنت هناك فإذا تحكي لنا ياه لأنه فعلا من أطرف القصص اللي سمعتها هي بعيدة طبعا بعيدة عن السياسة وعن كل شيء فعلا كانت قصة طريفة كنت في الجومعة فطالع راجعة للبيض فالطريق كله صور الرئيس ومكتوب عليه من حبك إحنا عدنا بالعراقي من حبك من ريدك يعني من نافق لا نحبك لا نحبك فإحنا عدنا من حبك من ريدك بيش يعني فأني طرق كله أباوه على الشسمة على الصور ومتفاجئة يعني وصلت لبيض كتاهم أما أنا ما شايفها يعني بلد ديمقراطي لها الدرجة قلت لي شكوا قلتاهم أما كلهم كاتبين الرئيس موتهم من حبك وقامت حققت يعني ميم نافية فنعم كانت قصة طريفة نحبك كشوب العراقي نحبك 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 بدون الميم بدون الميم ما نحبك يعني الميم عندنا يعني النفي النفي يراد بها النفي طيب فاصل قصير شاهد نتابع هذا الحوار الشيق المشاهدين أبقوا معنا أهلا بكم الجديد مشاهدين الكرام وأهلا بضيفة الكاتبة العراقية شاهد الراوي طبعا شاهد مقيمة في دبي كما ذكرنا واليوم في برلين لتشارك بمهرجان أدبي ضخم جدا يقام هنا وفي طريقنا إلى المكان التصوير إلى الاستوديو سائق التكسي ألماني فسمع لهجة شاهد وحب صوته جدا وسألها طبعا من وين ولحنا ونازلين هو ما عنده أي فكرة لوين لحنا جايين أو شو جايين نعمل فقال للا شاهد بس عندي لإلك نصيحة لازم تكوني مقدمة برامج تلفزيونية طبعا قلنا له بعدين أنه أنا المقدمة هون وشاهد الضيفة فانزعج طبعا تخيبت آماله يعني أنت تعرفين أنه أنا عندي مشكلة مع الحديث حقيقة يعني أكو كلمة جيلي ديلوز كلش أحبها يقول الكلام متسخ والكتابة نظيفة قال لأنه الكلام يراد به الغواية ويقول يعني هو فيلسوف أكاديمي أو مفكر عظيم يقول أنا كل شيء يعني أكتبه أو أدرسه ويغيب عن بالي ما أقدر أحسره وأتكلم عنه إلا ما وقر في قلبي وسبينوزا هو الوحيد الذي وقر في قلبي لذلك أنا يعني أشعر أنه أنا ترتاحي بالكتابة أكتر من الكلام أنا بخالفه الرأي ما في أحلام من الغواية من الغواية نعم من الغواية ما في أحلام من الغواية طب شهد أنت يعني من العراق اللي هو معروف أدبيا خليني أقوله أبداعيا بلد الشعر والشعراء كتبتي قصيدة واحدة والباقي نصوص نثرية قصيدة طبعا قصيدة كانت بدايات نعم قبل ما تكتبه روايتك اللي اللي رح نتحدث عنه طبعا ساعة بغداد شو اللي منعك من أنه تكفي بالشعر لم أكن شاعرا بالحقيقة يعني واجهت الحقيقة بالبداية كانت هناك يعني تعرفين هي شعر خصوصا بالعراق مثل الثمرة مغرية يعني يذهب إليها الجميع ويعتقد أنها يعني ثمرته التي ستمنحه الفرداني وستمنحه للسحر لكن يعني كانت بدايات وهذا الشيء قديم جدا أعتقد 2013 وقرأتها وكنت صغيرة وكنت يعني مجدودة بغواية في غواية القصيدة فلكن بعدها لا وجدت نفسي في السرد في الرواية أكثر بس حاولت هل جربت لم أحاول يعني أنت عم تقولي أنا لست شاعرة بس أن من قصيدة الواحد ما حيكون شاعر كان لي محاولات يعني أنا كنت أعمل أمسيات شعرية في جامعة دمشق أول ما صفق لي الطلاب هناك كزملائي فكنت يعني يعني أحاول يعني متخيل لنفسي أنه أنا أكتب شعر لكن الحقيقة لا ما كنت أكتب شعر وكتبتها بالمحكية باللهجة المحكية كنت أكتب محكية وكنت أكتب فصحة أيضاً لكن هاي القصيدة اللي ما بدك تسميها قصيدة يعني المنتشرة على صفحات التواصل الاجتماعي بصوتك وإلقائك بأكتر من مناسبة الناس حبوها حبوها وحبو طريات إلقائك كمان كانت باللهجة المحكية ايه باللهجة العراقية ليه؟ شنو ليش؟ ليه مش بالفصحة هل لي أنه من قد تستمتعي باللهجة؟ يعني كنت أقرأ فصحة أيضاً بس هي هاي اللي انتشرت يعني وكانت تيدة قوليش بدايات يعني بعدها اتجهت اتجاه ثاني قراءاتي اختلفت نوعية القراءات اللي هي شو عنوانا؟ خلاص عنوانا؟ شانت سقولي شحلو أنت يا عطي شحلو أنت؟ شحلو أنت؟ شحلو أنت يعني طب قللنا شبي مننا؟ لا خلق لا مو قصيدة أصلا بيها يعني خروقات كثيرة يعني مو خروقات شو؟ خروقات بالوزن يعني ليست قصيدة بمعنى القصيدة ليس قصيدة موزونة هي قصيدة ناسر قصيدة لا قصيدة النباطية العراقية الشعبية لا أعرف يعني لا أعرف كثيراً بالشعر الشعبي بس بإلها طبعاً أوزان وإلها بحور وإلها قواعد هل بزعجك أنه على جوجل على محرك البحث أولاً ما بكتب شهر شاهد الراوي بكتب الشاعر العراقية شاهد الراوي يعني اعتبرت شاعرة وقت نشرت روايتك الأولى في ناس ربما ما بحثوا كثير عنك ففوراً قالوا الشاعر العراقية شاهد الراوي تكتب رواي يعني ما جربت أبحث لكن أنا المفارقة صارت عندي من أكتب ساعة بغداد بدل ما تطلع الساعة الحقيقية اللي موجودة بالبغداد تطلع روايتي فهذا شيء جيد أيضاً بالمقابل تطلع كيف؟ تطلع روايتي بدل ما يطلع صرح ساعة بغداد تطلع روايتك صارت رواية أشهر من الصرح نفسك طب حلو هذا الشيء جيد هذا الشيء ممتاز وحكيتي أن مساحة الرواية بتقدم لك مساحة سرد أوسع نعم كيف وين مع ساعة بغداد تحديداً كيف بدأت فيها كرواية ولا بدأت فيها ككتابة نص ولا نثر ولا أي لا أنا ببساطة وجدت حريتي في هذا الفن في هذا الجنس الأدبي يعني لا أذكر البداية البداية أنه أنا خفت في لحظة من اللحظات أن يختفي الماضي تعرفين إحنا بالعراقة خصوصاً أيام يعني هذه الفترة التسعينات فترة الحصار كانوا يختصرون بشعارات سياسية حرب على العراق قصف على العراق أطفال العراق يجوعون تفاصيل حياتنا هل تحكي بعد التدخل الأمريكي؟ لا لا قبل التدخل الأمريكي فترة الحصار نعم فترة الحصار نعم فترة الرواية فكانوا يختصرون بشعارات سياسية وبعيداً عن تفاصيل حياتنا لم يتعرف علينا العالم جيداً ما يسمع أصواتنا ما يعرف أنواع الأغانية شنا نسمعها ما يعرف من شنو كنا نعاني المعاناة التي تجري تحت جلد الحرب يعني هناك معاناة أخرى معاناة حب معاناة مراهقة معاناة بنات وأولاد الجامعة معاناة أسر يعني الشخص الطبيعي بعيداً عن السياسة وعسكرة المجتمع التي كان يحدث في ذلك الوقت فالمهم أنه بعدها خفت أن يختفي هذا الماضي قلت قررت أن أحفظ الماضي لكن بطريقة البلة وعمالتي إلى ربما بديت أكتب وجدت نفسي تورط مع شخصيات تورط مع وأني مشكلتي منك أكتب بمشاعر قوية حتى هذا النص ترى النص مع السوريا هذا نص بسيط جداً دمشق كان نص بسيط حقيقة تفاجأت بس نزلت كأنه كان جرح في خاصرتي بس نزلت ثانيوم نزلت دبي أمشي سورييني أخذوا نيايا صور بسبب نص فلربما يعني موضوع الصدق كنت أكتب بالصدق وبتدفق قدي سعب كمان تقرري من الرواية الأولى هذا قرار كبير أنه أنت عم تكتبي رواية لإحياء الماضي أو لعدم إذا بدك لحفظ الماضي من النسيان لحفظ الماضي من النسيان ومن التشويه ومن التعقيم ومن شوفي أنا هو في لحظة الكتابة ترى ما تكون القرارات جداً واضحة بعدين ممكن تتم إعادة هضمها يعني في البداية كنت محتاجة أكتب يعني كنت تشوفي هو العمل الروايي مثل ما تعرفينه ممارسة فنية مثل ما أنت تريدين تقومين ترسمين لوحة مثلاً فهي ممارسة هي حاجة فنية فكان عندي حاجة إلى الكتابة وبعدين تسرب إليها هذه الأحاسيس أنه أنا بحاجة إلى أن أحفظ الماضي أنا بحاجة هي كانت ممارسة طب الحفاظ على الماضي شو تطلب منك يعني تطلب منك القراءة مقابلات مع أشخاص عاشوا هذيك الفترة فقط ذاكرتك أنت كطفلة نعم أنا أعتبر نفسي مراقبة جيدة للأحداث وأنا قبلها كنت مهمومة بالذاكرة المشتركة فطلعت كثيراً على مصادر للذاكرة الجمعية خل نسميها العراقية نعم وبعدين هناك تدخل أيضاً الخيال تدخل الأحلام تدخلت الأوهام تدخلت ذاتيتي يعني الذاتية الخاصة بي تدخلت هاي الأشياء كلها فكانت هذه الرواية هل بتلاقي أنه طبعاً بعد ما كتبتي الرواية كثير من ردود الفعل ما أهلاً بحكي عن ردود الفعل الأخرى بس كثير من ردود الفعل كانت عم تقول أنه شاهد عم تحكي عن حالة الدهد بتلاقيه فقط إلو علاقة بالكاتبات يعني كل كاتبة عربية متهمة بأنه رواياتها هي عن تجاربه الشخصية وعن حياته وأنه غير قادرة تطلع من نفسه بينما منلاقي كتاب الذكور يعني أقل تهم توصلون عن أنه عم بيكتبوا عن حياتهم صح؟ ما أعرف أنا أعتقد هي مشكلة يعاني منها الكتاب بشكل عام يعني النساء والرجال على أحد سواء ما أعرف النسبة جد تفرق لكن هي التهام الكاتب بشكل عام بالذاتية وخصوصاً عند الرواية الأولى خليننا نحصرها هذا الشيء طبيعي يعني لأنه هما الروايات بشكل عام وأنت رواية وتعرفين ديما أنه الروايات بشكل عام فقط الرواية المفكرة الفكرية والرواية التاريخية لربما الخيالي العلم البحث أيضاً هي البعيدة عن الذاتية لكن الرواية الموضوعية التي تتكلم عن عفوا الرواية التي تتكلم عن الحياة يجب أن تكون ذاتية فممكن تكوني ذاتية إلى علاءة بالشخص والتجارب بس مو سيرة ذاتية هناك سيرة حياة هناك سيرة ذاتية لعب الزاكرة فأنا ذاتي يمكن تكون موجودة في القطة وفي برياد الكلب وفي بيت جيران وفي أحمد البطل في الرواء البطل أيضا موجود في الرواء فأنا موزعة على الجميع فهذا الشيء لكن اتهام المرأة أنا أيضا شفت ولاحظت هناك كثير من الكتاب العرب أيضا عانوا من أنه يكتبون عن حالة يقال أنه يقال أنه هي أنت اللي أنت عانيت منها كأنه في بحث دائم عن الكاتب كيف تعملت شاهد مع ردود الأفعال المتباينة جدا حول روايتك وطبعا هو إنجاز أن تصل الرواية الأولى إلى ليس القائمة طويلة فقط القائمة القصيرة لجائزة البوكر اللي هي جائزة العالمية للرواية العربية ردود الفعال كانت متباينة جدا بالنسبة لردود الأفعال يعني شفت أنواع كثيرة من القراء شفت وهذا الشيء يعني عمق تجربتي أكثر وخلاني قريبة من الحدث خصوصا من الرواية الأولى ما ممكن تكوني قريبة من أنواع القراء وأنواع القراء بشكل يعني قريب هكذا فكانت تجربة رائعة لمن كتبت هذه الرواية أنت عم تكتبه سؤال جميل ما فكرت به كتبتها لنفسك أكيد احنا يعني أعتقد أنه أنا عندي برواية بيداء بطلة قررت تحفظ الماضي حتى تنساه فكتبت رواية نفسها بتحطتها بالرف وكانت حريتها في هذا فأني كتبت أيضا هل أنسيت للماضي؟ هل سعادتك لا هاي بيداء أنا مبيداء هاي باعرف لا لا ما أقول أنت ككاتبة أنا يعني لا ما نسيت طبعا ما أنسى تب سؤال أخير قبل ما توقف مع فاصل أخير كمان شهد أكيد هو سؤال صعب وربما بيبين شوي غليظ يعني ما بليتغالظ عليك بس أنه أنا كمان بفكر أنه رواية توصل للطبعة الثالثة بفترة زمنية كثير قصيرة ثلاثة آلاف شخص اجوا على حفل توقيع هذا بعتقد يعني بكل معارض الكتاب العالم العربي خليني أقول آخر عشرين سنة لم يحصل يعني إلا بالتأكيد طبعا الأسماء كبيرة لا مول كبيرة البست سيلر بغض نظر عن رأينا بأعمالهم مثل أحلام مستغانمي أو باولو كويلو أو هلا باولو كويلو ليس عربيا يعني بس أنه عادة أحلام مستغانمي بتجيب 3000-4000 توقيع ومنتوقع ليش يعني فينا نعرف ليش برأيك برأيك شو اللي خلى هذا الكتاب الأول مول أنه كتاب أول قد يكون الكتاب العاشر يوصل لهذا العدد من الطبعات وتوقع إلى 3000 شخص مرة واحدة بيتحفل توقيع واحد سماحيلي بس أعقب قبل ما أجيب السؤال على هذه الملاحظة نحن عدنا مشكلة بالرواية العربية يعني الآن يتحدثون عن انتعاش الرواية العربية والبسلر كما ذكرتي أنه الأكثر مبيعا لكن بس تجين تفكرين بيها عميقا طبعا عدنا قصور فضيئ لأنه نصف سكان الوطن العربي مقارنة بسكان اليابان يعني إحنا أكثر مورو كامي من طبعة وحدة ممكن يبيع مليون نسخة بس باللغة اليابانية من طبعة وحدة بيها مليون نسخة هذا عم تحكي عن قراء إنتي عم نحكي عن إحنا عدنا ما عدنا بالعالم العربي أصلا كاتب من طبعة الأولى عشرة آلاف نسخة ثقافة القراءة هون مختلفة أول شيء والدخل الدخل كمان خلينا كمان لنكون شوي منصفين يعني الدخل الشهري كتير لا يتيح أحيانا فعلا لكثيرين أن يقتنوا الكتب أي أنا هسة يعني أحيل هذا التعليق إلى موضوع القراءة في العراق يعني عادة يعني إحنا عدنا القراءة بالعراق لربما ممكن يكونون من أكثر الشعوب التي تقرأ ما أريد أكون يعني فضفاضة ما أريد أنطي يعني رأي عائم لكن إحنا متعودين على القراءة فهذا العدد بالنسبة للعراق بالنسبة للعراق لأي كتاب ليس لأي كتاب ليس لأي كتاب لكن بالنسبة للعراق هذا المفروض يكون طبيعي فاصل الأخير شاهدتم من عود مشاهدين أبقوا معنا أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى هذا المحور الأخير من حلقتنا لهذا المساء من برلين مع الكاتبة العراقية شاهد عراقية تقيمين في دبي والحلقة في برلين يعني اللهجة بسوريا في أي مسيحي أي درزي أي كردي أي سني يحكوا باللهجة العلوية ليشكلوا رعب بالشارع يشكلوا رعب عند الآخر وخاصة إذا بيستخدموا اللهجة اللهجة سلطة يعني تحولت إلى سلطة فإذا فيك تحكي لنا أكتر عن موضوع فعلا فكرتك عن اللهجة والانتماء اللهجة مثل ما ذكرت فيه أكثر من مكان هي المستودع الشلوكي للفرد فمن أنت طفلة تأخذين الإعازات بالحياة أنه من والدتك باللهجة فتقررين أهم القرارات داخل هذه اللهجة في حياتك ما رح تقررين بغير لغة رح تقررين باللهجة اللي أخدتيها من لسان أمك لذلك انتمائك أيضا ممكن ممكن يتشكل ضمن هذه اللهجة اللي أنت من خلالها تشكل وعيك وتشكل سلوكك فلابد أنه أيضا يعمق فكرة الانتماء والهوية وهل في العراق ما بعرف إذا ملاحظتي صحيحة بس بالعراق فيه لهجات متعددة حسب الانتماءات الطائفية أو حسب المناطق لا أعتقد المناطق يعني ما لا علاقة بالطائفية لأنه هناك انطباع أنه اللهجة العراقية هي لهجة واحدة لا لا بالعكس أجمل ما بالعراق تعدد لهجاته يعني تحسينك هات مختلفة وحتى على ذكر سوريا يعني أنا أكثر شيء أحبه دعما أقولهم عندي موهبة أعرف السوري منين يعني رأسا أقول لي أنت من سويدة أنت من جبلة أنت من الشام أنت من درعة وهذا أجمل من بهذا الطبق وأنت تحكي لهجة الشامية بطلاقة هذه سر بنا أتمنى ما أعطت سر هلأ لا أعرف في العالم كله أتشرف طبعا أتمنى طبدي أرجع لروايتك هل تشوفي أنه فعلا لربما ظلمتي بهذه الرواية أو معظم من ظلمك بهذه الرواية كان ردود فعله عنيفة وخاصة بعض التوقيع في بغداد أسرتي لي أنه كان فيه رسائل من الشتائم والتهديدات وإلى آخره هل لأنك امرأة ما أعرف ما أعتقد لأنه أنا أمرأة ما العلم هي أحنا نتحدثنا كثيرا أنه معاناة المرأة التي تكتب رواية لا أريد أن نسميها رواية نسوية أو أو لا أريد أن نسميها ما أنا رواية أكيد نسوية لكن بشكل عام ليش أعتقد هو أكثر من من سبب يعني أنه دفع هذه الجمهور هناك طبعا هم لا يأخذ بصراحة جدا على محمل الجد يعني كلامهم لأنه هناك شيء في مواقع التواصل الاجتماعي يسمى غريزة التعليقات يعني يجيش تقريبا سبعين تعليق على رواية مقاريها وحياتهم مقاري رواية يعني مو تعليقة تصير رأيه يصير رأيه منبر لإبداع الرأي يكون ماكو يعني أنه خلص هو شلون تبنى رأي ومو رأيه وما نفكر بي وخلص غريزة التعليقات وهذا الشيء طبيعي يعني أصبح الكل يعاني منها غريزة التنمر عبر التعليقات فلم يعد الأمر مهما بصراحة لكن لأني امرأة هم ما يعني هم ما أقدر أحصرها بهذا الشكل يعني ما أخفيك في البداية تألمت لكني تجاوزت الموضوع بعد ذلك بس برأيك عموما الكاتبات العربيات هل كانوا ضحية عدم المساواة العامة اللي يعني نعيش فيها لا 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 الفكرة مو بس الكاتبات العربية هاي مشكلة عالمية أنا أذكر طبعا إليف شافاق كتبة حليب أسود ذكرت فيه أيضا أنواع المعانات بالنسبة للكاتبات لكن مثلا أنا أذكر مرة جلسة جمعت بين سيري زوجة بول أوستر هذه روائية ممتازة من أصل هنغاري وبين إليف شافاق تحدثوا عن معاناتهم كروائيات نساء فأذكر أن سيري قالت لها إليف قالت لها أنا سعيدة الآن بعدما تجاوزت الستين من عمري لأن وجهي امتلأ بالتجاعد وبدأوا يأخذوني على محمل الجد إليف جاوبتها قالت لها وأنا سعيدة أنه أنا أفتح خزانتي كل الملابس مالتي بين أسود وكحلي أسود وكحلي الألوان اللي اختارها حتى أطفي شيء من الجدية على وجهي حتى أيضا أخذ على محمل الجد كروائية فهذا الشيء أعتقد عالمي مشكلة عالمية أنه التعامل مع ما يكتبه النساء ربما لكن بعالمنا يعني بتبين مؤثرة أكتر أو بتبين واضحة أكتر لأنه غالبا هون الروائيات أو الكاتبات محكومات بنظرة فعلا زكورية لأن الكاتب لا تتجرع بكثير أو أوقات بالاقتراب من المسائل شوي جريئة خليني أول في أعتقادي لم يعد أحد يحكم هذا العالم لا نساء ولا رجال يعني أيضا أتي من تشوفين الصوت النسائي أيضا كبير يعني أي شيء الآن ممكن يبيع أكثر في الأسواق هو الشيء التي تأشر عليه أصبع نسائي يعني أكثر الأشياء التي تروج لها النساء النساء متواجدات بكثرة وفي كل مكان وظلتهم عالي طبعا هذه تسليع المرأة رحنا لمكان تاني لا لا مو تصنيع بالأكد تسليع تسليع يعني الترويج لا 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 أتكلم عن التسليع أيضا حتى على فكرة على القراءة القراءة النساء أكثر من الرجال هذا يعني تم فحصه عالميا أعتقد وليس بس على يعني حتى من أشوف رجل مثلا شفت كثير قراء نسبة القراءات أكثر ومن أشوف رجل جايب للرواية مثلا داما أشوفه أنه مقترح عليه أخته أو زوجته أو حبيبته نساء تقرأ أكثر لم يعود العالم يحكمه نساء أو رجال يعني قلت ليش صارت حضارة أمامية نساء تقرأ أكثر وجريئات أكثر وكل شيء أكثر نعمل الحرب من التطرف النسوي هو أنا ناقصة النسوي لكن هاي المصور الرجل الوحيد في الوكيشن أن يبتسام هل نشوف بعدين هل إبتسامة رضا عن أن المرأة أجرأ وأقوى أنا في يوم عيد الرجل العالمي كتبت مقال عن الرجل الرائع يعني أحياناً يعني أنت كرواي أكيد من تكتبين عن شخصياتك يعني أنا عندي مثلاً عمو شوكة ردو الأحمد فاروق هؤلاء الشخصيات حقيقةً فعلاً تعمقت في آلام يعني بآلامهم تعمقت في أوجاعهم وأحياناً أنت عذر يعني بعيداً عن كون هذا الشخص اليوم في موجة لإعطاء الأعذار للرجال أكيد ولو هلا بعد ما بعدنا كثير عن موضوعنا بس أكيد قرأت الضجة اللي أثارتها سوفيا لورين بتصريحة أنه الرجال بحق لهم بالأخير يغازلوا المرأة أو يتحرشوا فيها قليلاً إذا التحرش ما كان يعني إلى حدود العتصاب بس أنه التحرش إليلا بالأسف مطلعت على هذا التصريح هذا التصريح خطير كان بمسيرة الحديث عن النساء وحقوقهم والرجال أنت غالباً تحكي عن تأثرك بكاتبات صحيح؟ يعني بقرأ أو بسمعك عندما نتواصل صورة أنا لا أحد يؤثر بي أحب أن أقرأ ليس بالكتابة لا أحد يؤثر بالكتابة لكن تؤثر بالأفكار والذكريات والذكرة والذكرة والقراءات التي أردتها بالقراءات في قراءاتي دعنا نحصر الموضوع أقرأ قراءة لبرونتي وفيرانتي وجوجو مويس ويكول كراوس وإما كلاين وأحب نعم كتشوتي جداً يعني أحب هذه لكن أنا حقيقة اللي مؤثر بي عميقاً وحافر بي حفرة يعني لم لا أستطيع أن أخرج منها لم أستطع أن أخرج منها حتى الآن هو ميلان كونديرا يعني ميلان كونديرا يعني أنا عالقة في ميلان كونديرا لي أكثر من أربع سنوات ولا أعطي نفسي الحق أيضاً في التصرف أن أقول أنا متأثرة به لا أنا متأثرة بي أنا لا زلت يعني الطفل الصغير مندهش بعالمه لكن بالفتن أيضاً أنه الآن بالحديث عن الكاتبات أو الكتاب عموماً أنت ما بدي أقول متأثرة بس عموماً بتستشهدي أو بتقطبسي أو بتذكري كتاب غربيين يعني وليس كتاب عرب صحيح؟ لماذا؟ هل أنه ثقافتك غربية؟ ممكن قراءاتي يعني قراءة أنا الأدب العربي أو كلاسيكيات الأدب العربي خلينا نسميها لكن كان توجهي في القراءة أكثر نعم يعني غربي أكثر وهذا شيء لأنني أقرأ الروايات الحديثة وروايات ما بعد الحداثة فهذا أثر بي لربما وأني أحب أيضاً موضوع غريب يعني أنا أحب الروايات المترجمة أنا أحب لغة الترجمة burdensة المترجمة هناك الكثير من الروايات العربية المترجمة فهناك تقراهم بالإنجليزي أحب الرواية المترجمة إلى العربية أم المترجمة إلى العربية شو الفرق بين المترجم إلى العربي والعربي؟ عادةً الأنبياء يunted Diego بالفضل الروايات بلغة قصية إلا إذا المترجمة أصنع يصبح Uripe لا أنا لغة الترجمة تس causal額 يعني لغة المخففة اللغة اللي ما بيها كثير بلاغات برأيك الترجمة بتخفف من بلاغة الناس أحياناً أن البلاغة تصل إلى الطنين البلاغي على فترة يصير طنين بلاغي الرواية اللي ممكن تنقلب قصيدة شعرية أنا ما أحبها كثيرا يعني ممكن هذا النص مثلاً جملة تنقلب معك إلى قصيدة أحس الأدب بيها يعني شعر صار مو هذا الرغيف الخام اللي ممكن تنطيك تمنحك إيار الرواية طبعاً بكثيراً أحيان بتشوه الترجمة الأعمال يعني بلغطها الأصلية أدوارد سعيد كثير قليلة الأعمال المترجمة ترجمة جميلة بقي بينقرب الإنجليزي شهد للأسف وقت البرنامج انتهى بس السؤال الأخير معلش ولو بدي أخذ من وقت زايد عم تكتبيشي هلأ هتكفي بالرواية مستمتعة بهذا المكان نعم يعني بدأت بالرواية جديدة وصلت تقريباً لفصل الثالث لكني توقفت الآن لأنه أنا لازم أقدم أطروحتي أطروحة الدكتوراه بعد شهرين من الآن فصار لازم أركز على هذا العلم العلم وبعدين نرجع إلى الأدب شو مجال الدكتوراه أطروحة الدكتوراه هذا مفيد للكتابة أيضاً مفيد نعم أكيد يصف الكتابة كثيراً أنه في التورط بشعور الإنساني أكثر شهد الراوي شكراً جزيلاً لك على هذا اللقاء كان ممتعاً جد أنا اللي استمتعت جداً وأشعر أنه أنا حقيقةً أنتعرفين أنت مشكلتي مع الكاميرا أشعر أني في بيتي شكراً جزيلاً لهذه الاستضافة ديماً أكيد بسوريا إليك بيت وبيوت أكيد سوريا بيتي نرجع سوا نرجع سوا نشاهدان الكرام نلتقي الأسبوع المقبل إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر